هلو يا حلوين كيف الحال اليوم اعلمكم طريقة التحداح طبعا هذا الحلو حلو على الطريقة النابلسية طبعا احنا معرفين اهل نابلس بالحلويات اكيد رح يجين التعليقات بس خلص شو بدي اعمل هلا اول اشيه بنا نعمل لبنا نحضر العجينة تاعتها طبعا عجينة هي عبارة عن ثلاث طبقات العجينة الاساسية تاعتها لازم اعملها قبل عشان تتخمر ويفتح سميد رح نحتاج لكوبين سميد طبعا هي بدها سميد نعم انا ما عندي غير سميد يعني متوسط فبيزبط يعني بس الافضل لها سميد نعم رح حط على السميد المكونات الجافة اللي هي رح حط لها معلقة حليب بودرة تمام ورح حط لها اي صبغة اه غذائية عندكم متوفرة انا عندي هاي شريتها من عند الريحان بتلاقوها ما عندكم تقدر تستخدموا الكركم عشان يعطينا لون الصفار اوكي ورح احط لها كمان رح حط لها كمان كوب طحين يعني كوبين سميد حط لهم كوب طحية معلقة حليب بودرة ورشة صغيرة ملون طعام تمام ونبلش نخلطهم مع بعض بسم الله هلا رح حط لها الخميرة حطت نص معلقة خميرة صغيرة ونتفت سكر ورح حط لها شوية ماي عشان يتخمرهم مع بعض اوكي هلا شوفو ننبس سميد اول اشي بسمنة رح نحتاج نصف كوب سمنة طبعا الافضل نصف كوب سمنة وهي تطلع اسكى مع السمنة في ناس بقدر يحطوا زبدة او زيت نباتي بس الافضل واسكى اللي هي تكون السمنة واسمعوا عشان ينجح معكم السمنة يتشرب السمنة لازم تكون السمنة شوية اضافية بسم الله وهلا بتبسوها متل المعمول بالضبط هلا بعد ما بساتوا كتير كتير منيح رح اضف له الخميرة وهادي العجين بتحتاج تقريبا كوب ماء دافئ تمام بس اسمعوا انت سيروا زيدوا شوية شوية لانه سميد وطحين بختلف من مكان لمكان يعني التشريب تبعه عرفتوا علي وهيك شوية 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 شوفوا اللون الصبعة السريب بلش يبين ماشاء الله نعجنها لناخد القوام العجينة تمام شوفوا هذا القوام اللي رح نحصل عليه لما نعجن العجينة تاعتنا هلا رح ننتقل للعجينة التانية هلا رح ننتقل للطبقة الوسطنية في التحتح اوكي رح نضيف عليها كاسة سميد ورح حط لها ثلاث معالق قرفة بس ما تكترو كتير لانها بتمرر يعني يعني انا بتأكد انه زلزدتوا عن هيك رح تصير مرة ورح حط لها كوب سكر بودرة شوفوا هي لما تاكلوها بالمحلات الجاهز بتكون بتقرش يعني ارشة السكر مو ذاكرة فانا بس استخدمها السكر البودرة عشان ما تحسوا بهاي الطامة هلا انتو بتقدروا تتحكموا بالحلاوة تاعتها صراحة انا حطها ثلاثة ربع كوب ولكن هي الوصفة الاصلية كوب كامل رح نحط كوب حليقة سكر بودرة ورح حط لها معلقتين سمنة بسم الله الرحمن الرحيم ورح اضيف لها مكونات تزيد النكتاعتها رح حطها شوية جوز الهند تمام حسب الرغبة غجاز الهند الخشن ورح اضيف لها جوز مطحون اوكي وهلا اتنعجنها بشو بالقطر هلا اجينا للجزء الثاني من الطبقة الثاني تاعت الدحدح اوكي هلا شوفوا طريقة عجنة دحدح الطبقة الوسطانية بالقطر رح يكون عيار القطر كل كاسة سكر بدا كاسة ماء احنا تقريبا بدنا من نص كاسة لتلاتة رباع كاسة قطر بسم الله منبلش نحط ومنعجنها طبعا رح حط نص كوب وبين معي قدش رح يزيد وابلش عجن فيها هلا هلا الالب اللي رح اشوي فيه الدحدح رح اضمنه بالطحنية هي الافضل وهيك رح يكون قوام الحشو الوسطانية وهي العجينة جاهزة هلا رح اسمها نصين افرد اول نص بالالب عشان احط الحشو فقيها هلا ببلش احط الحشو بالمنتصف بس شوفوا بدي منكم شغلة ما بنقرب على الحواف تعون العجينة تمام عشان ما تنحرق رح نبلش نحط الطبقات زي هيك مبدأ الترقيع يعني بشوي شوي بتمسك العجينة وبسرعة شوي بتمدوها هيك شوي شوي واهم اشي ما تقربوا على الاطراف امر مين علمك الطبقات والحبات والله تعلمت من كيس اهلي وكيس دار حماي خبست كتير لتعلمت بصراحة يعني الواحد بيطعب حاله عشان يتعلم والله عم بفكر ولا بديش احكي افكر حبيبتي هيني عم بسوي شوي شوي يا عمري هلا رح اورجيكم منا رح نزل فيديو يا عمري الالب دهنتو يروح رح يكون شكلها ذي هيك بالضبط الحواف ما منقرب عليهم الحشوة وهلا منكمل بقية العجينة ونحط الطبقة الاخيرة هلا كيف منسويها منبلش نمد العجينة زي هيك ومنبلش نحطها فوق الطبقة يعني نفس الاشي كلها ترقيع بترقيع بتمدوا العجينة كتير كتير منيح وبتبلش تحطوها على الزوايا ومنصفتها هاي اول طبقة هيك ومنرجع ناخد كمان شقفة ومنرجع نعملها هلا الخطوة الاخيرة رح نقشها طبعا التشكيل اللي انتو بتحبوه انا رح نقشه على طريقتي هلا بحطها بالفرن على حرارة 180 قبل ما يتحمر الداير لنعرف انها تتحمرت اوكي وهذا الشكل تبعت تحتح بسطلعة من الفرن شوفوا ما شاء الله بتجنن هلا انتو الزينة بيتكم بيها انتو بتحطو عليها انا رح حط لها شوية جوز هند شوفوا ما شاء الله شكلها تبارك الله بتجنن هلا بقسمها بورجيكم شكلها شوفوا الحشو كيف من جوة طبعا انا اضطررت اقسمها هي سخنة عشان اوارجيكم الشكل النهائي تبعها اشكولي رأيكم بصراحة يعني انا اعطيتكم ايها بالتفصيل المهمة تشوفوا ما شاء الله اهلين حبيباتي صحة وعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة